السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله هذه الصورة صورة الكرسي هي ربنا جعلها من اسرار القرآن الكريم والله جل جلاله جعلها مباركة وجعلها فيها اشياء غريبة من قرأها في زوايا بيته الاربع تكون حارسة له بعض الناس يقول لك ما قيمت هذه الصورة الصورة هي نزلت ليلا وحينما نزلت على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة خر كل صنم في الدنيا وسقطت تيجان الملوك والرؤساء وهربت الشياطين لما نزلت هذه الصورة ربك سبحانه وتعالى جعل غرائب وقعت الاصنام التي كانت في ارض العرب خرت وتهاوت التيجان التيجان من فوق رؤوس الملوك والسلاطين في الدنيا تهاوت الشياطين هربت لانها مباركة هذه الصورة كل من حفظها حفظته كل من رفعها رفعته الى اعلى مقام كيف ذلك سيدنا النبي يقول والذي نفس بيده ان لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش هذه الصورة ربك هو الخالق جعل لها لسانا وشفتين تقدس الملك ملك الملوك جل جلاله الانسان الذي عنده في بيته او في في اي مكان عنده عنده مشاكل وعنده صعوبات يقرأها في زوايا البيت الاربع كتجي للبيت ديالك لاركال الاربع وكتقرأ عن اليمين وعن الشمال وفي الامام وفي الخلف كتقرأها في الزوايا الاربع تكون حارثة لك الاكتها تصافر وعندك ممتلكات سير وما تخافش ربك عز وجل يوكل ملائكة بحفظها الى كان البيت ديالك يدخل ليه شيطان وكيخلق المشاكل بين الزوج والزوجة والأولاد كذلكم الرعب ربي سبحانه وتعالى كيكبلو ويطردوه من البيت بقوة سورة او آية الكرسي هي مباركة فيها اسرار كثيرة وكثيرة جدا جدا هذه السورة روية بانها فيها يستحب قراءتها اولا بعد الفراغ من الصلاة سيدنا النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه ذلك من دخول الجنة الى ان يموت اللي بغت تقرأ دائما آية الكرسي بعد الصلاة ان شاء الله انت مبشر بالجنة ولن يمنع ذلك مانع ايضا نقرأها في الفراش قبل النوم انسان قبل ان ينام باش نعس واحد النوم عميق كل النوم في تعب يحلم بأحلام مزعجة يجي ربما ديكوش ماغ كل ولاده يتفزع كل ولاده يشعر بالوسواس القهري ماذا نفعل لمحاربة الكوابيس والأحلام المزعجة نقرأ آية الكرسي على أنفسنا ونقرأها على أولادنا يحفظهم المولى عز وجل ربك سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقرأ أيضا عند الخروج من المنزل في الصباح الباكر تخرج من المنزل ديالك واتمشي للشتوق واتمشي للشغل وربما قد تلقى متاعب إذا قرأتها الله تعالى يزيل عن طريقك المتاعب ثم إلى عند مواجهة الأخطار عندك أخطار حل لأن كن حروب ضمار وخرب نقرأ آية الكرسي نقرأها الله تعالى يهدئ النفوس ويحفظون من الأخطار إذا خشيت أنك تصب بالحسد والعين من أراد أن يطلب السلامة في الناس اللي عندهم النعيم ومتبوع استعينوا على قضاء حوائشكم بالكثمان فإن كل دي نعمة محسود فمن أراد دفع العين والحسد وطلب السلامة يقرأ آية الكرسي هي رقية وتحصين وحماية من الأضرار من الحسد من الأرواح الخبيثة وحدي الطويل معروف أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه كان قد وكله النبي الكريم بحفظ الأموال في بيت المال فكان يأتي بالليل فإذا به يرى صارقا يصرق يصرق من بيت المال فألقى عليه القبض فبدأ أن يبكي الصارق وقال له يا سيدي أنا محتاج وعندي عيال ولي حاجة فأشفق عليه أبو هريرة وتركه وفي اليوم التاني لما جاء أبو هريرة وجد نفس الشخص يصرق من بيت المال فألقى عليه القبض قال ارحمني أنا عندي عيال وأنا محتاج فخلى سبيله ورحمه وفي المرة التالية وجده نفس يفعل نفس الفعل قال والله لا أحملنك إلى رسول الله أنت أنت لس كل مرة تقول لي أشنا عودك تعود قال لي أرجوك أتركني فقال لي أنا سأعلمك كلمات تنتفع بها أطلق صراحة ديالي قال لي إذا آويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح فتعجب أبو هريرة هذا الكلام كبير ويقول هذا الصارق هذا صارق ما عنده حرمة فكيف يقول هذا الكلام العظيم فتركه أبو هريرة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له كل هذا الوقائع فقال يا أبا هريرة أو تدري من هو ذلك الصارق قلت لا يا رسول الله قال إنه شيطان ذلك الصارق شيطان صدقك وهو كذب صدقك وهو كذب بمعنى أن الكلام اللي قالوا هو صدق اللي بغي يكون عنده حافظ من الله حتى يصبح يقرأ آية الكرسي ولكن وكذب عادة كذب ودائما كي بدل الكلام فآية الكرسي أيها الأحباب الكرام هي فيها إعجاز عظيم جمعت في عشر جمل مستقلة أصول صفات الألوهية جمعت التمجيد لله الواحد الأحد ونطقت بأنه سبحانه وتعالى متفرد في ألوهيته وأنه سبحانه وتعالى هو الموجد لغيره من المخلوقات وهو منزه عن كل نقص ومبرأ من كل فطر وغفلة وهو ليس كمثله شيء وهو سبحانه واجب الوجود بداثه كان من الأزل ولا شيء معه وهو الآن وفي كل آن على ما عليه كان فهو فوق المكان وفوق الزمان تعالى سبحانه أن يكون متحيزا حتى يحتاج إلى مكان أو يكون متغيرا حتى يحتاج إلى زمان هذه أيها الأحب الكرام آية الكرسي كنز من كنوز عرش الرحمن لا يعلموا نهاية أسرارها إلا الله تعالى كل إنسان إذا داوم على قراءتها فإنه ينتفع ببركاتها في الدنيا وفي الآخرة يكون من الفائزين بنعيم مقيم فلا نخاف ولا نحزن ولا نشعر بالظلم ما دبلنا رب اسمه الكريم وأعطانا هذه الوسائل التي بها نحمي أنفسنا ويفتح الله بها الأبواب المغلقة بآية الكرسي فقولوا جميعا لا إله إلا الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله